منذ التوقيع على الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى ظهر بشكل واضح أن طهران لا تلتزم بروح الاتفاق وذلك عبر قنوات أهمها استمرارها في تطوير برنامجها الصاروخي الباليستي وإمعانها في سياسة التدخل في شؤون دول الجوار وتصدير الإرهاب وإثارة المشاكل سعيا لتوطيد دعائم هيمنتها في الشرق الأوسط وفي إطار هذه الصورة كان المراقب الأوروبي يقف موقفا خجولا ولعاب دوله يسيل على الصفقات التجارية الموعودة في الأسواق الإيرانية حتى تهافت أكثر من مسؤول أوروبي على أبواب طهران الفرنسيون والبريطانيون والألمان كانوا في الصدارة وكان لهم موقف مخالف لموقف إدارة الرئيس الأمريكي ترامب في هذا المجال لكنهم تارة يتقدمون خطوة وتارة يؤخرون خطوتين ففرنسا المتمسكة بالاتفاق النووي يبدو لوهلة أنها تبدل نبرتها حيال البرنامج الصاروخي بينما يعتزم البريطانيون دفع نحو أربعمائة مليون جنيه استرليني لإيران تعويضا عن صفقات قديمة في إطار قضية قانونية خسرتها لندن قبل سنوات لمناقشة هذا الموضوع معنا من باريس الكاتب والباحث السياسي كامل المرعاش ومعنا من لندن الكاتب الصحفي الدكتور محمد القواس الذي سينضم إلينا بعد قليل مرحبا بضيفي أستاذ كامل دعني أبدأ معك كما ورد في المقدمة إشارة إلى أن هناك نوع من التراخي الأوروبي مقارنة بالموقف الأمريكي اللفظي على الأقل البعض يقول أوروبا تتحدث بلسان وممارساتها مختلفة الكثير من الدول الأوروبية تريد الحفاظ على مصالحها في إيران تريد أن تكسب من خلال الصفقات المختلفة التي تجريها الشركات الأوروبية مع إيران وكل هذه الأمور بينما كل الاعتراضات على أنشطة إيران المزعزة على الاستقرار لا تعني في الواقع أي شيء ما رأيك في ذلك؟ صحيح في الواقع إلى حد الآن لم تتبلور سياسة واضحة أوروبية تجاه إيران ما عدا تلك التي حافظت بقدر كبير على الاتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه عام 2015 بل بالعكس أوروبا وقفت ربما بشدة ورفضت حتى تصريحات ترامب حول هذا البرنامج النووي وربما إعادة فتحه من جديد وهذا يعكس في الواقع تخوف أوروبي أو ربما نفاق أوروبي حيال إيران دافعه هو حاجة إيران أو حاجة الاقتصاد الإيراني لاستثمارات كبيرة جدا لأنه يعاني من التراهل خصوصا بعد هذه الأموال الكثيرة التي حصلت عليها إيران بعد رفع التجميد عن أموالها بعد التوقيع على هذا الاتفاق وبالتالي هناك ربما مصلحة اقتصادية تريد كل دولة من دول أوروبا على فكرة ليس هناك قرار أوروبي موحد إلا على الاتفاق تريد الاستفادة من هذا ولكن في كل الأحوال إيران ما زالت تلعب لعبة خطرة وأعتقد أن الرئيس ماكرون في زيارته الأخيرة سمع كلاما قويا من أبوظوي والرياض حول خصوصا تطوير إيران لبرنامجها الصاروخي وهنا يجب أن نقف قليلا عندما تطور إيران أسلحتها النووية ليست لتخزينها وإنما ذلك مرتبط بشكل كبير جدا بتطوير الصواريخ التي يمكنها أن توصل هذا السلاح ويمكنها أن تهدد به دول المنطقة وهذه النقطة غابت ربما عن الأوروبيون الذين ربما يريدون تحقيق مصالحهم الاقتصادية على حساب المصالح الأمنية والاستراتيجية لدول المنطقة إيران دولة عدوانية رأيناها كيف تتصرف في اليمن كيف تتصرف في البحرين كيف تتصرف في لبنان وبالتالي هذه الدولة لا يؤمن جانبها كل اللغة التي تحدثت به إيران عن أنها تستهدف إسرائيل ما هو إلا للاستهلاك المحلي ولن ينطلي على أحد هذا الكلام أنها تريد محاربة إسرائيل هذا كلام فارغ لا يمكن أن نصدقه إيران دولة عدوانية برنامجها النووي ليس للتخزين وهي صرفت عليه أكثر من مئة مليار لا أعتقد أن الإيرانيين عندما ينفقون مائة مليار على هذا البرنامج هو فقط لوضعه تحت الأرض وتخزينه تحت الأرض هذا البرنامج يرتبط ببرنامج صاروخي ربما تطوير الصواريخ الآن في هذه المرحلة هو أخطر حتى من إنتاج السلاح النووي الذي خص به هذا الاتفاق الذي تم توقيعه في 2015 وبالتالي الآن بعد هذه الزيارة وبعد أن سمع إمان والماكرون قلاما قويا من أبوظبي والرياض ربما فرنسا بدأت تبحث عن دور وساطة يعني تقريب وجهات النظر ربما ستضغط على إيران في خصوص التهدئة في بلدان البنطقة ربما ستقيد إيران باتفاق آخر حول برنامجها الصاروخي والصواريخ الباليستية بحد ما ولكن كل ذلك لم يتضح إلى حد الآن وربما الزيارة المرتقبة لماكرون لإيران ستوضح كثير من هذا طيب دكتور محمد مساء الخير مرحبا بك معنا أيضا في هذا الحوار من لندن ما رأيك؟ نتحدث عن السياسة الأوروبية إذا كان بالإمكان الحديث عن سياسة أوروبية موحدة كما قال الأستاذ كامل يعني كل دولة تحاول أن ترعى مصالحها بشكل مغير ولكن إذا كان بالإمكان الحديث عن دور أوروبي سياسة أوروبية رؤية أوروبية إزاء إيران وأنشطتها في المنطقة وتدخلاتها الإقليمية هل هناك بالفعل نوع من التراخي بسبب المصالح الاقتصادية على حساب المخاوف الأمنية لدول المنطقة هنا؟ هناك مشكلة في الاتحاد الأوروبي مشكلة سياسة خارجية واحدة لهذا الاتحاد الاتحاد بدوله المتعددة وبأمزجاته ومصالحه المتباينة لا يمكن أن ينتج سياسة واحدة ولكن الاتحاد الأوروبي بشكل عام طالما أن دوله الأساسية كانت مشاركة في التوقيع على اتفاق الخمس زائد واحد مع إيران هي ما زالت متمسكة بهذا الاتفاق وتعتبر أن هذا الاتفاق هو أحسن الحلول لوقف تطور إيران باتجاه القنبلة النووية وما زالت رغم هذا الموقف الأمريكي ورغم استراتيجية أمريكية المعلنة تعتبر أنه يجب عليها أن تتمسك بهذا الاتفاق لكن التطور الآخر أنه في نفس الوقت الدول الأوروبية غير مرتاحة لهذا النفوذ الموجود في المنطقة في العالم العربي والمتعلق بالميليشيات المتعددة والمتفرقة والتي تتمدد في هذه الدول وليس فقط كرما لعين هذه الدول العربية لكن أيضا الأمن الاستراتيجي الأوروبي أصبح بشكل أو بآخر مهدد ثانيا أن هذه الدول الأوروبية التي لديها علاقات مع دول الخليج أصبحت أيضا تحسب حساب لهذا المزاج الخليجي الجديد المتصاعد لمواجهة إيران وأعتقد أن الرئيس الفرنسي عندما زار الإمارات والسعودية أعتقد أنه سمع كلاما من نوع آخر وسمع إشارات جديدة أن هذه الدول التي تتشارك مع أوروبا في الاقتصاد وفي التسليح لا يمكنها من الآن فصاعدا أن تبقي على هذه الشراكة الاقتصادية الأمنية طرم أن الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي لا تتخذ موقفا واضحا من على الأقل من هذا الصاروخ الذي ضرب الرياض والذي اعتبر تهديدا وأعلنت السعودية أنه بمثابة إعلان حرب الآن ممكننا التعويل أو التأسيس على موقف الرئيس ماكرون الذي لأول مرة يقول جملة مفيدة الاتفاق النووي لم يعد كافيا بما أننا نقبل بهذا الاتفاق لكننا نريد تدابير أخت لمراقبة البرنامج الصاروخي علما أن المنطقة ليس لديها أساسا أي مانع بالاتفاق النووي علما أن هذه المنطقة لم تكن تعتبر نفسها مهددة من قبل هذا البرنامج النووي إذا كان العالم اتفق وتآلف على إنتاج هذا الاتفاق كان كرم لعين إسرائيل وليس لعين العرب لكن العرب يريدون وقف هذا النفوذ وقف التهديد المباشر في اليمن وفي العراق وفي البحرين وفي الكويت وفي السعودية وفي لبنان وفي سوريا عندما تقول دكتور محمد أن دول أوروبا غير مرتاحة لدور إيران ولنفوذ إيران وميليشياتها في المنطقة ما الذي يعنيه ذلك؟ هذا موقف غير مرتاحة لهذه الأنشطة ولكنها لن تخطو خطوة إضافية للقيام بعمل ما لوقف إيران أو للضغط على إيران لوقف هذه التدخلات هل هذا ما تعنيه؟ صحيح أستاذ مهند الفرق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن الاتحاد الأوروبي جغرافيا هو جار المنطقة وبالتالي أي تطور سلبي يتداعى فورا على المنطقة والدريل على ذلك أزمة اللاجئين لم تشكل الولايات المتحدة من أزمة اللاجئين بل الشكوى كانت أوروبية ثانيا أنه أصبح هناك قناعة تامة أن هذا الإرهاب وتنظيم داعش ترعرع داخل البيئة كانت حاضنة وهذه البيئة سببه أساسا هذا الاختلال السياسي في سوريا وفي إيران وفي كثير من دول المنطقة وسببه أساسا هذا التدخل الإيراني عبر الميليشيات وبالتالي يعتبرون أن هذا الإرهاب الذي ينهزم هذه المرة بإمكانه العودة إذا ما استمرت إيران في سياستها لذلك أعتبر أن هذا الانزعاج ليس فقط نظري هو انزعاج عملي وريدون حلا ثانيا أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع أن يبتعد إلى هذه الدرجة عن الولايات المتحدة لأن المواجهة الحالية الأمريكية ليست مزاجا له علاقة بالرئيس الأمريكي لها علاقة بكافة المؤسسات الأمريكية التي اختلفت على كل شيء لكنها أجمعت على مواجهة إيران وهذا شيء إلافظ أيضا طيب أعود إلى الأستاذ كامل فيما يتعلق بدور باريس أستاذ كامل هل نتوقع أن تلعب فرنسا ربما دورا قياديا في الفترة القادمة اليوم كان هناك تصريحات لوزير الخارجية يتحدث عن مسألة إيران تصريحات في السعودية يتحدث عن قلق فرنسا من تدخلات إيران في الأزمات الإقليمية من نزعة الهيمنة كما وصفها لدى إيران وأيضا من البرنامج الباليستي هل نتوقع أن يكون لفرنسا دور أكبر في الفترة القادمة دور ربما قيادي في أوروبا؟ فيما يتعلق بممارسة نوع من الضغط على إيران لوقف هذه الأنشطة في الواقع أنا لست متفائلا في هذا المجال وخصوصا أن الاتحاد الأوروبي وحتى فرنسا تنظر إلى إيران وخصوصا في العراق وسوريا بل وتنادي بأن تكون إيران شريكة في الحل وهذا يعطي مؤشر أن هذه البلدان باتت مقتنعة بأن إيران لها دور ولها رأي في تشكيل حتى هذه المنطقة وبالتالي أرى مسألة الضغط على إيران ما زلنا بعيدين عنها إلا إذا وجدت هذه البلدان مصالحها الاقتصادية والتجارية والعسكرية مع بلدان الخليج في الميزان هذا ربما يغير المعاذلة وربما سيقلب المعاذلة دون ذلك لا أرى تغييرا في الموقف الأوروبي كما ذكر ضيفك ليس هناك في الواقع دور أوروبي واحد وفرنسا لا تستطيع في الواقع قيادة أوروبا في هذا الاتجاه هناك ألمانيا هناك بريطانيا التي ستخرج من الاتحاد الأوروبي وبالتالي الصورة جد مشوشة داخل الاتحاد الأوروبي وفرنسا ربما تسعى إلى طمأنة بعض شركائها الخليجيين وهذا نتكلم على الشراكة العسكرية والاقتصادية بأنها سوف تضغط على إيران سوف تعمل على احتواء إيران ولكن ليس إلى حد مواجهة مع إيران أو عزل إيران أو ممارسة ضغوط فعلية على إيران لأنه بالفعل الدول الخليجية هي المتضرر الأول ومن هذا الموقف الأوروبي الغامض الذي يريد لإيران أن تكون شريكة في صنع مستقبل المنطقة وهذا يترجم خليجيا وعربيا بأن إيران يمكنها أن تمد يدها إلى داخل هذه البلدان العربية كما نرى في اليمن كما نرى في البحرين في العراق في سوريا وربما يمتد الأمر إلى أبعد من ذلك وهذا يشكل خطر حقيقي استراتيجي على البلدان العربية التي يجب أن تواجهه مجتمعا ويجب أن تضع مصالحها الاقتصادية ومصالح كل هذه البلدان التي تنظر إلى إيران بعين الشريك في ميزان حسابتها دكتور محمد هل هناك عمليا من فارق كبير بين المواقف الأوروبية إزاء إيران والمواقف الأمريكية طبعا المواقف الأمريكية المعلنة اللفظية على الأقل معروفة للرئيس ترامب ولكن في الوقت نفسه حتى الآن على الأقل مواقف لم تتعدى لم تترجم إلى سياسات واضحة فيما عدا قرار من هنا أو قرار من هناك من الكونغرس لفرض عقوبات معينة لا نعرف مدى تأثيرها شركة بوينغ ماضية في صفقاتها مع إيران هل هناك عمليا من فرق بين موقف الولايات المتحدة إزاء إيران والمواقف الأوروبية المواقف الأوروبية لم تخرج عن ما هو معتمد بين العواصم وبين طهران أوروبا لا تستطيع أن تفعل شيئا مع إيران إذا لم تكن الولايات المتحدة شريكا في الانفتاح على هذه الدولة حتى الآن إيران لا تستطيع أن تنضم إلى النظام المصرفي في العالم لا تستطيع أن تحرك أموالها في العالم دون موافقة للولايات المتحدة وبون إزالة هذا الفيتو الأمريكي وبالتالي هذه المناورة الأوروبية التي تتحدث عن أننا متمسكون في الاتفاق كرما لعين بعض العقود مع إيران إيران تعرف تماما أنها لا تستطيع أن توقع عقودا مع هذه الدول عقود بالمعنى العملي دون أن تفرج الولايات المتحدة عن هذا الحصار الاقتصادي ضد إيران أنا أعتبر بشكل آخر أن هناك توزيع أدوار ما بين الأوروبا وما بين الولايات المتحدة تمتلك أوروبا الآن ورقة كبرى باستطاعتها أن تضغط على إيران الورقة هي أننا نحن متمسكون بهذا الاتفاق لكن أي تعنت إيراني سيبدل من وجهة نظرنا وهذا تماما ما لمح إليه الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون عندما اعتبر أن الاتفاق النوي غير كافي وبالتالي نحن ذاهبون إلى تدابير أخرى من أجل مراقبة البرنامج الصاروخي وأيضا تدابير أخرى من أجل النظر في علاقة إيران في العراق وفي لبنان وفي سوريا ودورها في اليمن وهذا التطور الأوروبي الجديد يخيف إيران التي كانت متحصنة أن هناك صقفا دوليا لحراكها فبشكل أو بآخر طبعا لديك تماما الحق أستاذ مهند بالقول ولكن هذا كل كلام أين هي التدابير الأمريكي أعتقد أن هناك تحول كبير في السياسة الأمريكية هذا التحول يحتاج إلى وقت لكي يصبح تدبيرا آخر الوجود الأمريكي في العراق أصبح حقيقيا ومنافسا للنفوذ الأمريكي في إيران الوجود الأمريكي في سوريا بالإضافة لمشاركته مع روسيا يشكل خطرا على النفوذ الإيراني في هذا البلاد وبالتالي أيضا الأولوية الأمريكية في الموضوع اليمني التي لم تكن يوما أولوية بالنسبة للمتحدة أيضا تشكل تحديا لإيران أعتقد أن هناك تطورات كبرى جرات لكن عمليا قد تبدأ بالظهور خلال الأسبوع والأشهر المقبلة شكرا جزيلا لك دكتور محمد قواص الكاتب الصحفي كان معنا من لندن شكرا لضيفنا من باريس الأستاذ كامل المرعاش الكاتب والباحث السياسي شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر